طيب نكمل العلاقة ما بين الجانب الهندي والجانب الإيراني هي علاقة أزلية كانت الهند هي المستثمرة الأكبر في مينات الشبهار الإيراني هذا من ناحية من ناحية دعم الفصائل الإرهابية أو مثلا جيش تحريب أولوشستان دائما ما يتم الحديث أن جيش تحريب أولوشستان مدعوم من الناحية المادية ومن الناحية أيضا عن السخدراتية عن طريق الجانب الهندي ولكن في ذات الوقت جيش تحريب أولوشستان يستخدم الأراضي الإيرانية وأيضا المساعدات الإيرانية لضرب فاكستان الأهداف والمصالح ما بين الهند وما بين إيران هي مصالح مشتركة في هذه المنطقة تحديدا الحليفة الاستراتيجية لفاكستان هي الصين الحليفة الاستراتيجية لأمريكا هي أمريكا أمريكا ليست حليفة للصين فكل ما يشتر المشروع الصيني يمثل أيضا هدف ديالنسبة للهند نتكلم هنا من الناحية الاقتصادية ونظر في أيضا مثال في عمل 2016 في خلية كالبوشي الإرهابية المثال الآخر ما اتحدثت أنت عنه في بداية تقريرك عن الهجمة التي حصلت اليوم التي قتل فيها خمس جنود فاكستانيين بنيران على الحلود الأفرانية من جيش أو من حركة طالبان فاكستان قبل تقريبا أربع أيام من الآن كان هناك حديث لنروالي أو زعيم تحريك طالبان فاكستان في حديث له مع الجانب الهندي ومع إحدى القلاوات الهندية حينما صرح ببراءة حركة طالبان فاكستان من لشكر طيبة رشكر طيبة أو عسكر طيبة أو جيش طيبة هو أحد القوات التي قاتل الجانب الهندي في كشمير فهو الآن هنا يرسل رسالة الجانب الهندي أنه ليس لنا عداء معكم أنتم أو مع جانب الهندي بل ليس لنا كالتحريك طالبان فاكستان أي علاقة بأي جماعة أو أي فصيل يحارب الهند ولكن عدونا وهذا كلام هو نقدر باسم من كلامه بحسب حديثه مع الصحيفة الهندية ولكن نحن عداؤنا مع الجانب الفاكستاني ومع الجيش الفاكستاني بإمكانك أن تأخذ ثكرة حينما تتبرأ جماعة تدعي أنها جماعة إسلامية من محاربة العدو الفعلي للمسلمين في شبه القارة الهند يتكلم عن الهند التي تنكل بـ 200 مليون مسلم وأيضا تسيطر على قليل كشمير المحتل ويتبرأ من الجماعات المناوئة لهذه الدولة ويعتبر أن عدوه الرسمي والوحيد هو الجيش الفاكستاني والذي يعتبر بمثابة جيش إسلامي الصحة التعبير ولكن بمنظور تحريك طالبان فاكستان بحكم أنها مدعومة من الجانب الهندي هذا الجيش ليس جيش إسلامي وأنه الهند تعتبر حليفة ولكن الجيش الفاكستاني وفاكستان هي عدوه هذه إحدى المغالطات المتشرة حاليا لدى هذه الجماعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة